اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومدام العدسة بتخش الاضاءة والاضاءة هتقف عند السطارة وفيها السطارة بتفتح وتقفل اقدر اتحكم فيها في ايه اقدر اتحكم في الشتر سرعة الفتح والقفل تب وادي الضوء دخل لما الضوء يخش يقع على مين لما الضوء يخش يقع على السنسور لما الضوء يخش يقع على الايه السنسور وبالتالي اقدر اتحكم في السنسور اقدر اتحكم في السنسور يبقى اقدر اتحكم في الايه السنسور مين اللي واقع مني في معظم الموبايلات ال فتحة العدسة مع ان دلوقتي يبقى فيه موبايلات فيها عدسة واثنين وتلاتة وبتفتح وتقفل وبختار بالاوبشن ده طب الفوكال لينس لا انا دايما بتاعت الموبايل الفوكال لينس انا عايز السورة تبقى فرين كبير فدايما العدسات بتاعت الموبايل الفوكال لينس بتاعها قليل ايه ده تمانت حلوة وما اللي اجيب كاميرا غالية بقى ايه الفرق بين الكاميرا وايه الفرق بين الكاميرا بتاع السمارتفون بتاع الموبايل هل فيه فرق اه الفرق تقريبا هو الفرق بين الراجل والست الفرق بين الست اللي بتعرف تفرق بين كل الالوان والراجل اللي يدوب يعرف الست الالوان اللي في العلبة الاساسية مش بس كده ده كمان حجم السنسور بيختلف تخيل ده حجم السنسور في الكاميرات البروفيشنال وده حجم السنسور في الموبايل ايه ده يا دكتور ازاي ده نشاري الموبايل والاعلام بتاعه بيقول ان الموبايل ده 40 ميجا بيكسل قالك اه هم 40 ميجا بيكسل صحيح بس هو حجم البيكسل قد ايه تخيل فرق السنسور ده من فرق السنسور ده فلما يضحك عليك ويقولك الكلام ده ومجرد بيبيع لك الهواء هي مش مسألة عدد البيكسل هي مسألة حجم البيكسل قد ايه الحجم بتاع البيكسل بتاع السنسور بتاع الكاميرا ولا بتاع الموبايل لا طبعا بتاع الكاميرا اكبر وعشان كده لو كاميرا وموبايل بنفس عدد الميجا بيكسل الكاميرا طبعا تبقى عحس فيه فرق تاني بين الموبايل والكاميرا طبعا الفرق المشهور ان زي ما قلت لك الفوكل لينس بتاع الكاميرات الموبايل صغير وعشان كده بيبقى فيه ديستورشن في الصورة انما بتاع الكاميرا البروفيشنال الفوكل لينس بتاعي اقدر احط عدسة مية ومتين فالصورة ما يبقاش فيها ديستورشن ادي المنظر مشهور للكاميرتين الاساسيتين ادي يا سيدي الايفون طبعا الايفون ما تقدرش تتحكم فيه لوحدك لازم تجيب له برو جرام زي الرو اللي تتحكم فيه في الايزو تتقلل وتزوده كل ما تقلله كل ما في صورة تبقى الاضاءة اقل كل ما تزوده الاضاءة اكتر واد الشتر لما تتحكم فيه كل ما الشتر يبقى سريع معناها بفتح وبقفل بسرعة معناها كمية الاضاءة اقل في المقابل في البروفيشنال مود بتاع الكاميرات الاندرويد زي سامسونج بقدر اتحكم فيها في الايزو من اول خمسين لحد تمنمية وقدر اتحكم في الشتر سرعة فتح وقفل العدسة من اول واحد على اربعة وعشرين الف لحد عشر ثواني وبالتالي لو ملاحظين الاختلافات اللي موجودة في الاضاءة لما تحكم في الايزو والشتر بس طبعا ما اقدرش اتحكم في الايزو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة